اعتادوا العيش بالفقر والذل فحياتهم مأساة متواصلة إلا أن ذلك لم يكن كافيا لكستثنيهم العاصفة فحلت الأمطار الغزيرة ضيفا ثقيلا على أهالي حي التنك في ترابلس ماء بالسعف وبالعراض وكل المحلات وقالنا عالبي عليك البيض صغور بالماء وشغلة ما بدها غير الله وقعدين ببيوت ياما احنا الغوبة عجنا ببيوتنا كلها عم تدف والشر علينا وكلها توتي وحديد وحجرون ما في شيء منيح صرف صحي ما فيه أبدا هوني كلها يتعجلكم ما يتجيب من طلفلو للشفاط لا يجي يشتوا يشفاط الجيب يعني ولا بجمعة جمعتين عوات بيروح شهر لا يردوا علينا بيكون البيض طوف عنا مميل وصخور بوتي شوفوا البيوت كله نازل علينا صعاد ما في مين يبينظرنا إلا كذب وكذب وكذب إلا حتى الله سبحانه وتعالى ينطو ويساعدني العاصفة لن تنحسر قبل أيام إلا أن معاناة الترابوليسيين ستستمر إلى أن يرأف أحد بوضعهم وهم لا يطلبون الكثير فقط الحد الأدنى من العيش الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر